من باريس مراسلتنا عزة غريبة ومن تونس مراسلنا سيف الدين العامري أبدأ معك عزة غريبة وهذه الزيار التي ينوي وزيرة داخلية القيام بها للجزائر وتونس نعم بداية فضيلة هناك استنفار أمني في فرنسا أكثر من مئة ألف بين شرطي ودركي وجندي منتشرون لحماية أماكن العبادة وأيضا لحماية المدارس التي فتحت أبوابها اليوم بعد أسبوعين من العطلة رئيس الوزراء الفرنسي ذهب إلى المدرسة التي كان يعلم فيها أستاذ التاريخ سامويل باتي الذي قتل على يد ششرني متطرف كان هناك دقيقة صمت في كل مدارس فرنسا واستحضار لذكر هذا الأستاذ أيضا وزير الداخلية الفرنسي كانت له تصريحات بخصوص الإرهاب الذي يتربص بفرنسا والذي يمكن أن يكون في أي مكان وصف رئيس الوزراء الخطر الذي يتربص بفرنسا بالإسلاموي السياسي المتطرف وبالتالي الحكومة الفرنسية وعدت بأنها ستصدى لذلك خلال الفترة المقبلة وزير الداخلية سيقوم بزيارة إلى تونس وأيضا إلى الجزائر لبحث مسألة ترحيل متطرفين ننتقل إلى سيف الدين العامري كيف تنوي تونس الاستجابة لهذا المطلب الفرنسي بترحيل متطرفين تونسيين إلى تونس نعم فضيلة في مستوى وزارتي العدل والداخلية لاستعدادات على أشدها في تونس لاستقبال وزيرة الداخلية الفرنسي مصحوبا بوفده طبعا في زيارته إلى تونس وهذا بعد تنسيق بين الرئيسين قيس سعيد وإمانويل مكران في اتصال هاتفي أمسي التنسيقات تتم عبر تجهيز نتائج التحقيقات التي قامت بها سلطات القضائية التونسية فيما يتعلق بعائلة إبراهيم العويساوي المشتبه فيه بذبح أشخاص في كنيسة نتخدام بنيس وأيضا بالنسبة للتنظيم الذي تبنى العملية وإلى الآن لا تزال المعلومات غامضة بالنسبة لهذا التنظيم وأغلب الاعتقاد أنه لا يوجد أو لا توجد مؤشرات على وجود هذا التنظيم أصلا في تونس وإنما هي فرقعة في وسائل التواصل الاجتماعي في كل الحالات وزارة الداخلية التونسية ووزارة العدل أيضا تنتظر زيارة وزيرة الداخلية الفرنسي وأيضا نتائج التحقيقات شبه جاهزة وطبعا تنسيقات على أعلى مستوى في كيفية إعادة أو ترحيل التونسيين من باريس إلى تونس وأيضا بالنسبة لعملية إفادة السلطات الفرنسية بمعلومات استخباراتية تونسية حول مشتبه فيهم ربما قد يكونوا في فرنسا أو في تونس درءا لأي عمليات أخرى واحتمالات شن هجمات أخرى من النوع الإرهابي شكرا سيف الدين العامري من تونس وكانت معنا أيضا عز غريبي من باريس شكرا